هل حصل أي موقف أو هناجب الفوز؟ والله الأمانة الحمد لله فضل لله يعني أنا في يعني من أيام ما كنت لاعب جميل الآلي كانت بتحبيني جداً جداً وهقولك موقف غريب جداً يعني أنا مرة كنت بلعب ماتش مع الآلي مع المنصورة في استاد القايرك الملعب الماتش مش مزاع الماتش ده أنا ما جبتش فيه جوان أنا عملت فيه جونين بس أنا كنت جاي في الماتش اللي قبله 3 جوان أنا جاي لي على بيتي خمسين ألف وواحد من جمهير الآلي لدرجة أني ما بيتش عارف يعني يفتكروا أنه فيه مظاهرة خمسين ألف مشجع جاي من استاد القايرة أنا استكن مليان استكن فيه مئة ألف تقريباً فعلاً يعني ده حصل وجولي حد بيتي من استاد القايرة وأنا كنت ساكن في وسط البلد يعني منطية الدرب الأحمر بتاعتي لقيت لك آلافات جاية بتشجعني فسبحان الله الحمد لله بس ما حدش جاي مبارح لا مبارح يعني عايز قولك يعني كل المواقع وكل الناس بت الحمد لله يعني هدتني حقي وزيادة وأكتر من كده كمان وفي الآخر أنا بقول فضل الناد الآلي علي كبير جداً هو اللي اداني اسمي وهو اللي اداني شعبيتي وهو اللي خلاني مدرب عنده التزام وعنده قصص وعنده قواعد وعنده مبادئ في شغله كل الكلام ده تعليمته في الناد الآلي فالحمد لله وانت تستحق يا كابتن يعني فريق أسوان كان مع 14 نقطة وبعد 6 أو 7 مباريات بقى 34 نقطة فالحقيقة ده إثبات على أنه قدقي حضرتك مدير فني كبير هنتكلم عن التفرد دي مع فريق أسوان بالتفصيل